العصبية من وين تي يعني إذا شفنا إنسان عصبي العصبية من وين تي العصبية تي من أربعة أشياء انتبهوا العصبية تي من أربعة أمور الأمر الأول أنه هذا الإنسان اللي عصبي اليوم لما كان طفل مر بعدة تجارب عصبية أعطيكم مثال حين اللي قاعد تابعوني يمكن في شيء أعمارهم عشرينات ثلاثينات أربعينات خمسينات الصغار فيهم ستينات وسبعينات طيب خلنا نفترض أكو أحد قاعد تابعني الآن عصبي عصبيتها هذه من وين يات؟ يات واحدة من أربع الأولى تجارب الطفولة كيف؟ لما كنت أنت صغير طلبت شيء معين ما استجابوا لك عصبت استجابوا لك بس صار مخك يفهم أنه أنا علشان أطلب شيء ويستجاب لي لازم أعصب هذه صارت معك مرة مرتين ثلاث فصار عند الإنسان خلاص الآن تبرمج أنه الناس ما تمشي إلا بالعصبية وأنه حقي ما أخذ إلا بالعصبية وأن أي شيء أنا أريد لا أنال إلا بالعصبية إذن هذه تجارب سابقة طفولة هذا سبب أول من أربع إحنا قلنا في أربع أسباب هذا واحد قد يكون هذا موجود فيكم أو لا أثنين قد يكون الواحد منكم الآن أخذ العصبية أنه نشأ في بيت فيه أعصاب يعني إحنا نشأنا في بيوت الأب عصبي والأم عصبية أو حين تكون الأم عصبية الأب ما هو عصبي أو الأب عصبي والأم عصبية فأصير أنا من وين أخذت العصبية يأخذتها من أمي يأخذتها من أبوي لأن النموذج اللي كنت أشوفه أنا دائما عصبية 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 وأنا صغير في السن فأنا أظن أنه هذا النموذج الصح أنا شعرفني ما أدري أنا ما شفت نموذج ثاني وبالشاهد من هذا كله إذن في سببين إما تجارب أنا مريت فيها أنا شخصيا أو أنا عشت في بيت في عصبية هذول سببين لهم علاقة بالطفولة السبب الثالث لعلاقة بكبر السن مثال أنا موظف في وظيفة ما هي عاجبتني وأنا عايش في بيت أشعر أنه أهلي ما يتعاملون معي معاملة طيبة وحتى عند أصدقائي لما أروح عند أصدقائي موك الأصدقائي يحبوني فصار عندي وظيفة صار عندي أصدقاء وصار عندي بيت هذول الثلاثة أنا ما نمرتاح فيهم هذول الثلاثة ينعكسون على شخصيتي فأكون أنا عصبي هذه العصبية أني أنا ما نراضي بحالي ما نراضي بالواقع اللي أنا عايشه سواء عملي أهلي أصدقائي وبالتالي يكون الإنسان في هذه الحالة عصبي هذا سبب الثالث السبب الرابع أن يمر الإنسان بضغوط في الحياة أو قصص أو مواقف سلبية فيصير من الداخل يغلي 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 فيتحول إلى إنسان عصبي طيب سؤال الآن المثل يقول إذا عرف السبب بطل العجب إذا إنسان عصبي ونبخلي ما هو عصبي نعرف أي سبب من هالأسباب الأربع ونبدأ نغير هل ممكن تغييرها؟ الجواب نعم وإحنا تكلمنا في لقاءنا الماضي إذا تذكرون أنه العصبية ليست وراثة وإنما العصبية مكتسبة ترجمة نانسي قنقر